بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم دكتور أحمد البرباري استشاري أمراض القلب بيسعدني أن أكون معكم النهاردة في أول يوم رمضان على الهوى عشان أولا أهني كل السادة المشاهدين وكل مصر وكل العالم العربي وكل العالم الإسلامي وكل العالم أجمع بالخير واليمن والبركات وأن احنا إن شاء الله يبقى رمضان القادم أحسن وأحسن ويبقى رمضان ده وش خير علينا كلنا إن شاء الله احنا النهاردة هنتكلم على مرضى القلب والصيام ورمضان بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر صدق الله العظيم ربنا سبحانه وتعالى أحل الفطار في شهر رمضان للمرضى المرضى يعني ومنهم مرضى القلب فيه هناك كذا نوع من المرضى فيه مرضى حالتهم مستقرة ومرضى حالتهم غير مستقرة بمعنى إن فيه مريض مثلا عنده نهجان شديد جدا ولازم ياخد دواء دلوقت سواء هو صايم أو فاطر لازم ياخد الدواء الآن أو في وقت معين عشان يحفظ حياته أو عشان يحفظه من المضاعفات أو من الآلام أو كده فهنا إحنا في الحلقة دي هنتعرف على كل ما يخص الصيام وشهر رمضان بمرضى القلب وأحب أقول إن هناك بعض السادة من المرضى المحترمين مش بيردوا يفطروا وبالرغم إن بيبقى نصيحة الطبيب لهم يفطروا حفاظا على صحتهم وهو بيعتبر إن ده نوع بسببها فالمفروض بتاخد علاج مبني على كفاءة عضلة القلب دي والعلاج ده بيبقى يعني ممكن يعني يتعدل سنة ينقص سنة يزيد سنة طبقا لحالتك وإن أنت تحفظ في الأكل تمنع الملح تماما وتمنع الأكل الكوليسترول تماما وتقلل الوجبات قليلة وما تملاش بطنة هنا إنت المفروض كنت تعمل أسطرة مع الجلطة اللي من 10 تيام دي كان مفروض تخش الأسطرة على طول لكن كونك ما دخلتش أسطرة ما زال يعني الأمل أو يعني الموضوع اللازم الأول هتعمل حاجة زي أشعة تعرف بيها حيوية عضلة القلب بتاعتك اللي هي 35 دي لو طلعت العضلة لسه حيوية هتعمل أسطرة وتركب دعامة لو طلعت العضلة خلاص بقت متليفة أو كده فهتكتفي بالعلاج الطبي الأسطرة مهمة جدا لو العضلة لسه viable أو حيوية هتفرق معك كتير وممكن تحسن العضلة دي العلاج بتاع ضعف عضلة القلب لو العضلة هتفضل ضعيفة ومش هتعمل أسطرة ولا حاجة علاج مستمر وعلاج بيحتاج منك أن أنت تساعد نفسك بتصبيت الأكل زي ما قلت لك كده وأن أنت ما تبذلش مجهود فوق طاقتك وأن يبقى هادي ومزاجك حل وتتقبل الأمر ببساطة وبهدوء والتابع مع الدكتور في فترات زمنية قسيرة ممكن توصل في بعض الأحيان لكل أسبوعين عشان بتظبط مثلا لو فيك كمية مية كبيرة لا عايزت الدكتور هيديك كل يوم قرص لا ينقصه لا يزوده لا أنت وتبع استجابتك نفسها للعلاج في ناس بتستجيب بطريقة مختلفة عن الآخر طبقا لطبيعة الجسم نفسه ومن دوة لدوة وطبع التشخيص فالنصيحة لحضرتك أنك هتعمل أشعة ممكن تعمل مسح زري أو موجات صوتية بالمجهود الدوائي وبناء عليه بيتحدد لك إذا كنت هتعمل أسطرة ولا مش هتعمل لو هتعمل أسطرة وتستفيد بفتح الشريان اللي تقفل من عشر تيام ده أنت هتستفيد والعضلة هتتحسن لو ما انفعش والعضلة خلاص حصل لها تلايف أو كده هتمشي على علاج طبي دوائي وزي ما بقولك كده وفي دلوقتي علاجات طلعة بقالها سنة سنة ونص سنتين العلاج ده جديد لعلاج ضعف عضلة القلب وبيجيب نتائج أفضل من الحاجات الحالية وهو غالي خمس شويات بس يعني المفاجأة الجميلة أن هي الحكومة المصرية بتصرفه في التأمين الصحي مجانا بلجنة يعني العلاج ده مثلا أعتقد باربع تلاف جنيه في شهر بتصرفه بخمسين جنيه في الشهر الحكومة عن طريق اللجان الرئيسي بتاع التأمين الصحي ودي حاجة كويسة وبشرة خير لحالة حضرتك لو أنت هتستمر عضلة القلب ضعيفة وبالنسبة لعضلة القلب الضعيفة الصيام مش وحش ليها يعني أنت لو صمت ما فيش مانا إلا إذا كان أنت عندك مشكلة في الشرايين التاجية ولسه جالك جلطة من عشر تيام فممكن يحصل في شرايين تاني فلو كان جالك جلطة من عشر تيام انسى الصيام انسى الصيام بس دايما عضلة القلب الضعيفة لا تحب الملح ملح الطعام بيقرف عضلة القلب الضعيفة الأكل الكتير سيء لعضلة القلب الضعيف الزعل والتوتر والمجهود الزيادة ممنوع لازم تبقى أنت دكتور نفسك أستاذ خالد ألو أيها دكتور أيها خالد لو صمحت طب بالنسبة للصيام هيا أثر على حالتي أو على أه أنت خالد اللي بتكلم عليك لسه صح اللي هو أيها الجلطة اللي من عشر تيام ما تصومش يا خالد جلطة من عشر تيام ما تصومش وزي ما نصحتك كده هتعمل حاجة اسمها موجات صوتية بالمجهود الدوائي أو مسح زاري عضلة القلب هيبان ما هو الدكتور اللي أنا متابع معاه قال لي قال لي قال لي قال لي جمعونت الحضراتك فعلا قال لي قال لي لا مش هينفع وفي علاج ممكن يتصرف وخذر حضرتك بأوى عضلة القلب لكن قالك أنت العضلة متليفة يعني عمل إيه عشان يعرفه عمل عمل مسح زاري عمل مسح زاري قال لي قال لي مش هنفع معك عمليات طب خلاص عملية العضلة مش هتستحمل مش مش هتستحمل مش هتستفيد فأنت هتمشي على علاج هتبقى أنت جزء مشارك كبير من أن أنت تبقى حياتك حلوة أو لوحشة يعني أنت هتضطر تروح للدكتور على فترات أقصر شوي هتضطر تحفظ جدا في الأكل يبقى مزاجك كويس ما تضيقش خلقك ما تبزلش موجود فوق طاقتك أنا لسه قالي الكلام ده لوقت فدي النصايح دي أنت لو اتبعتها هتبقى زي الفل إن شاء الله وهتبقى مية مية وإذا ما قلت لك العلاج الجديد ده بتصرف مجانا تبع التأمين الصحي العادي المصري فده كلها حاجات حلوة بشرة خير والجلطات دي ممكن تأدن إيه أستاذ خالي ده فضيعة ده فضيعة يعني إحنا دلوقتي هنستفيد بيك إن إنت تتكلم السادة المشاهدين تدهم الوعي ده يعني ما تجيش تسألني تقول لي ركف التدخين إنت اللي تقول أم حاجة وإنت مش قادر أمشي فعلا عزة الأنبي كانت في الأول خمسة واربعين أو أربعة واربعين الجلطة التانية دي بقى أربعة واربعين فأنت يا أستاذ خالد التدخين يا أستاذ خالد ما ينفعش تجيب سرته عشان خاطر نفسك عشان خاطر ولادك وعشان خاطر زوجتك وعشان خاطر ربنا وعشان خاطر كل حاجة يا خالد بيه شكرا لزوجك تحت أمرك تحت أمر وما زلنا بنتكلم على مرضى القلب في رمضان مرضى القلب في رمضان لو زي ما قلت كده حد مثلا جاله جلطة في الصاق جلطات الصاق دي بتتم هي أي الدم بيمشي في الدورة الدموية في الجهاز الدوري اللي هو عبارة عن الشرايين والأوردة والشعارات الدموية عن طريق كذا عامل منهم اللي هو اسمها فيركاوت رياد اللي هو سلاسيت فيركاو سلاسيت فيركاو دي إن هو يبقى سطح الشرايين أو الأوردة أو كده أملس وإن يبقى فيه إن الدم نفسه العوامل السيولة فيه شغالة ويبقى الدم دايما متحرك أي خلل في واحدة من الثلاثة دول ممكن يؤدي إلى حدوث جلطات يعني بمعنى اللي هو لو حد عجوز جداً أو عنده شلل وما بيتحركش أو عمل عملية عضم ونايم في السرير ما بيتحركش شهر أو اثنين ونعمل حسابنا كل المرضى لو هو مع ربنا فعلاً ولو هو فعلاً في حالة روحانية هيبقى أفضل بالأخذ بالأسباب الدنيوية اللي ربنا خلقها برضو الأسباب دي اللي هي العلاج والنصائح الطبية المبنية على المعايير والمبنية على الأبحاث مش التأليف ولا لحد بيألفها من دماغه ولا بعض الناس اللي بيقولوا أي كلام بنمشي بالمعايير دي وبنتقل على الله سبحانه وتعالى وتاني وتالت أقول جائحة الكورونا مازالت موجودة والوفيات بتزيد كل يوم دورك أنت يالي بتسمعني أو أن أنت تقول اللي جنبك واللي جنبك خذ حذرك من العدوى خذ حذرك من العدوى التباعد الحفاظ الأكل السليم بل الأكل السليم ده حتى لو جالك الفيروس يبقى منعتك كويسة فتقدر تموته النفسية التعبانة بتقلل المناعة لو نفسيتك متدايق أو عندك اكتئاب المناعة بتقل فكل ما أنت تكون مع ربنا مزاجك كويس بتأكل كويس بتشرب كويس عندك الثقافة الصحية للهوى المتجدد النقي النظافة النظافة الشخصية ما تستخدمش حاجة غيرك في الفوت والأدوات الشخصية ما تقعدش تنفخ في وش اللي قدامك ولا اللي جنبك ولا تيبقى قريب منه كل الحاجات دي هتستمر معنا فترة فحافظ حافظ على نفسك وعلى بيتك وعلى جارك وعلى بلدك واشتغل وانت متباعد عن الآخرين وان شاء الله يعني دي بقى البشرة ان احنا نشوف بعض السنة الجاية على خير دايما 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 وكل عام وانتم بخير شكرا جزيلا شكرا جزيلا